نصفاقص تسمع فينا على ستريمينج متاعنا ديوانفهم بوان نيت تتفرجوا في اللي لايف متاعنا على الباش فيسبوك كيف زادت تتفرجوا فينا على اليوتيوب فرحانة برشة باستقبال دكتور خليل اسبوعي أخصائي جراحة العظام والمفاصل صباح الأنوار دكتور صباح النور وشكرا على استيضافة عشنا هوي لكم الحمد لله النسنا بحضورك في هالصبحية واللي قاعدين تسمعوا فيا واللي موجودين بحذية في استوديو واللي في الرجي هيبدا وتفقد روحكم اللي عنده ركوب توتوجة واللي عنده بنكتفه واللي عنده سويقاته والأليم هذية متاع المفاصل تقريبا صغار وكبار نشكيو منها دونك خلينا نمشي وناخدو العلاج والحلول والأسباب والحكاية الكولتو تسويت في دكتور خليل قبل ما نبدأه في موضوعنا خلينا نتفقدو بربي لكي بشنا يلقطا يعلي عندهم نظروفين نبدأ بالله عزيزة والله اطفع لي اطفع لي عندك مضروفين نعم عندك توندي نيد في لزيسكيو جوانبية كوار جاعة دو في نحب اكاو دي حاجة تقوياتنا حاجة شنو هذي حاجة واحدة كيفية نعم انتي لي انا عندي بكل عب قول شنو على بس وطيف حمول اظهر يوجع بالطبيعة سرطوم اللوطة ورقب تليمين ما نجمش نطلع في الدرجة وجعل اظهر سي نغمال خطر خدمتك فيها برشة قاعدة اي وتطبيس على التليفون اي فوفار اي خطرها قديمة اي هي ضربة قديمة وانا ما كملتش ما لازمتش اختو لازمت ميكانيسيا با اي 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 بها كريك نطلع يقولولي كوغباتيوغ بعد الكوفيد ما زالوا يعانيوا فيها وانا عاد دكتور ما كريت عليك ما حتى قطعة من رقباتها بكنا نفايشين ان شاء الله يا رب يولتف في نيسيكو ان شاء الله يا رب ينعفوا سيختو مشكلت الاختخاذ يا دي او الالتهاب المفاصل من اكثر المشاكل اللي اللي تتحير خاصة في بريود الاشته لكن المشكل دكتور انو ولايت ما عادش عند الكبار اكها وانجني غال اللي معنى هاي يقول لك يعني عبدك بر في العمر كذي اي تود القروحك من عارش انوين بش نصنى في روحي هذا من الكهول متاع الترطيح بالحسبة منين يجي المشكل هذيك فاشناش منفسره لغتوز هو ميكانيك يعني مرض مربوط بالمعنى ها فيه برشة عوامل بما فيه الوراثة بما فيه زيادة في الوزن بما فيه التقدم في العمر يعني الاختلاج بالمشي بزايدو بطلوع الدروج اك الوزن اك الوزن اك الوزن وعندو عوامل ورافية ويتقدم شوية به العمر بالمشي بزايدو بطلوع الدروج والشوك اللي ريبيتيتيف اللي تعود في الركبة يتسبب في تأكل جروش ولي يعمل احتكاك في العظام من أكثر عوامل فما عوامل الأخرين مثل الفركتور مثلا يمكن أن يكون عمل كسر قديم في الركبة يمكن أن يكون عمل تقتع في الأربطة الصليبية أو تضرب في المنسك الغضروف الهلالي إذي كل إيجاد الإحتكاء في الغضروف يظهر حتى قبل وقته قبل العمر يكون متقدم شوية مون جون انا نقول. دونك نشوفو برجا زيدا عند الكوارجية ولا الاسبورتي في بصفة عامة. كنتيسان باتريتي كومي الفو معناها وقت اللي ما يعملوش ما يعتنيوش بالمفاصل المتاحة مولة بالليزيون وسبورتيف اللي صارت تلهم. اقبل الامر المتقدم دجازي بلا تظهر لارتروز نشوفوها حتى في الكارانتين واكثر شوية. اذي في الركب فما مفاصل اخرين يظهروا وهذا يبش ناس لك مانيش نوم اكثر البلايس اللي ممكن هكيا تصير لهم مشكل من هذا. دجا ما بين الركبة والعامود الفقري دجا هذو ما يمكن الثنين مع بعضهم يجيوا سبعين بالمئة من الموتيف دي конسلتاشون ان ارتوبيدي. معنها بخاتيكم على ثلاثة مرضى فما زوز يجيين سوى بركبتهم سوى بظهرهم. كنقول بظهرهم يعني سما. ايه سوى سيرفكال سوى لامبخ العامود الفقري كل معدل لعمار انتي والباتولوجي مثلا معنها الباتولوجي سبورتيف معنها العباد اللي عندهم مخلفات متاحاجات رياضية يكونوا صغر ونشوفوهم صغر بالقدي بالقدي ونشوفوهم حتى فوق التخانطان معنها في ثلاثيني في ثلاثيني دجا ينجموا يبدأوا شوية مشاكل من النوع ذي. عند العباد اللي ما عندهمش معنها عندهم بلوتو سوى دعف العذالات وما يتحركوش برشا ويسان موان جون تقدم شوية في العمر في الثلاثين سنية خمسة وستين سنية حتى اقل شوية اكثر حاجة اكثر اكثر عمر يكون فيه الاختخوز متحيرة. دونك هذية تقريبا اهم الممكن الحاجات اللي ممكن نعرفوها على الاختخوز لانيا في علاقة بالوجيع الدكتور ولا خلدي نقول الاعراض كيفاش نجم انفيق اللي عندي المشكل لهذية؟ يعطيك صح على السؤال هذية خاطر لنا يعاون برشا عباد بشعرفو روحا مشنوها اللي عندهم مثلا ناخذو الاختخوز دي جنو الاحتكاك في الغذروف ولا في الغروش متاع ركبة يعطي دي دولور دو تيب ميكانيك اوجاع ميكانيكية اللي شنوها الدفنسيان تيحوم هذو ما سو صند دولور كي سان كالميه بالغو بو اي غيبيه بالفور يعني وقت المريض يبدأ مرتاح يتفرج في التلي ولا مزيل كي قام صباح من نوم يقول لك راولة بيس ما عندي حد شيء انا نبدأ نحرك ونقذي ونتعب ولا نمشي المرشي ونرجع والعقاب نهار سيقي تتفخط والي توجع وتسطر وتخلي تحير عليها للاكي ولا مخلن يشنورك كنت خير من دولور انفلامتوار مثلا كنجات روماتيزم مش ارتروز روماتيزم هو التهاب في الدم ينجم يمثل مفاصل فيه برشا انواع نعملوهم بالتحاليل وكل شيء يعطي دولور انفلامتوار عكس لدولور وقت الانسان يبدأ مرتاح ما عنده حد شيء يقول لك أوريفي سباح تبدأ مثلا مفاصل عاكشة ويدي توجع فيه منا شمش نحل حتى دبو زمي ولا منا شمش نحل سبيلا ومبعدي كي يبدأ نهار تبدأ تتصرح شوية بشوية لوجيه علي نتتنح دونك ديجا بالانتغوغاتوار باركة ولا بالسؤال باركة نفهم ورواحنا دونك الكونفيجوراشن ومبعدي كبين سور فما تشخيص سريري معناها اكزامن كليني كي سير مع المريض وفما ديز اكسبوراشن استكشفات نطلبوهم تصاور وتحاليل بش نحطوا الامور في اتارها ونعطيوا دياجنوستيك بخيسي دونك اني فسرت انا شوية بالانواع متاع الوجيعة لدولغ العكشة واحد يحس سيقه غاد يقول لك دكتور وليد الدروج نطلع بالدرجة بالدرجة كما صغر معناها سيقه تبدأ عكشة ما ينجمش يلدغوله با فسيلمان ولا يقول لك هكت وليد تكتك وتوجع فما تخشخيش في وسط الركبة ومعاه وجيعة وليد نصلي على كرسي هذوما اكثر حاجات يبلي يسئلوهم فهمت دونك هذوما يخليونا نخمو في الارتروز وقتها دجا ننصح المرضى بش مشيو يعديو ما يسكتوش عليها فما باش عبيد يقول لك والله ياوك بديتلي في اكتوبر متاع الفين وعشرين ولا واخديش وبشوية بشوية نقول تو تتنحها تو تتنحها تنقص شوية من بعدك اتعود ترجع هالوخو هي ستون مالادي إفولوتيف يعني تتطور مع الزمن إذا كان نسكتو عليها كرونيك بضبت يعطيك ساحة إفوتو إفولوتيف معناها ما تقعدش هيبيدها معنا اليوم فيها كاتر استاد مثلا لك تخوز دو جنو توا ولا سنك بين استاد للاخر يتحول التخيط ميليكين ترتمن ميديكال باكا ولا يستحق معاها شوية علاج تبيعي دي سوميل في الساقين توالي فما نتطور شوية توالي فما لازم مزريرك في الركبة متاع الأسيديا لغونيك متاع دي كورتيكويد مثلا مرحلة متطورة شوية توالي تتوجب جراحة متاع تقويم أعضاء شوية توالي شيرورجي بروتيتيك معناها بتاع مرسل استيناعي دي كاليش كل ما نلقفوها على بكري كل ما نوليو ان غطاق دي لفوليوشن ما خليوهيش تتطور أكثر ودي ما نقولو ما يلزمناش نتهيونو بالوجاية أمتاع اللي بداننا بتاعنا يلزمنها نسمو اللي بداننا بتاعنا خطر ألا غالب إحنا توانسها دكتور ما نجيو كن عاكش وقت اللي ساي معاد شعاب دي نجم يتحرك وقتها يقول كما شكون ما يسكتش على روحه ويلقفها على بكري ويهكا يلسان كيات فأول ما عنده قلاق يمشي الكنسولت ويلقف الامور على بكري النجم يعدو حياته كيونا هيكي ما قلت انتي مزمنة مزمنة حياتها تقعد جيغابل معناها واحد كل مريرة في الدراقه ديش تتحير عليها ياخذ شوية ختمة يتفرد وكهو فما شكون يتهيون عليها ان دوزان يلقى روح وصل للمرحلة متاع جراحة لذي مصنع في قريب اللي افسد منكي نعمل لغيرة عملاها و encountered مفدر ؟ ميديما انتفجع انا كيقول لك راه هو اللي عامل المثال مضروب فمينيسك ولا حاجة سي لاخد خوز مجيه على بكريك حصل بين ذفري وقت لها أقول كامل سوئة وقت اللي هي هذيك يا حش بالوقت اللي هيك أنتنة تحمل اتوه المثال إنتي عامل ليغامل كخوزي عندك عشر سنين وто او اظهر لك مش تمشي تعمل عليها عملية تنجم تشري مكحلة. ما عرامك مدعم. ليه 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 تريتيتها في ثوى مواء انا معناه ونتمه. ايه بالضبط ليه ثوى مواء دون لي دليل. اما شنوه شنوه لازم نعمل خاطر نعرف برشة من الناس معناه اليوم اوليت حاجة فريقونت برشة سيختوب مع التيران تارتان وكل شيء بدو ممشها ميناجيه لنك شنوه شنوه يعمل باش انسان يتجنب ما نقولش معناها مهاش اه او كيفش يتجنبها اول حاجة كما قلنا سيان بخوبلم ميكانيك دونك لازم نقصو مسترشارج معناها الانسان الي بسحتو لازمو يضعف الانسان الي خدمتو فيها برشة رزن وبرشة تحميل رزن لازمو يحاول كيفش ينقصو الانسان رزن في حدود المعقول لازم تقوية العذالات لازم يعمل ان رنفرسمن مسكولير الكوادرسيبس ديسكو جنبيه الي انتي تتشكى منهم يتسمى ان فيغوياج ديجنو لازم الركبة نقوي وهالعذالات اللي ديرين بها بثلاثمية وستين درجة على خطر الانفرسمن مسكولير اللي سير كيمال الشاربان في البني معناها تشد الحيد حتى لن يبس سيمين ويشد روح الانفرسمن مسكولير يخلي المسكول يهز لقوة مع الركبة بيش الكل اكلي كنترنت ميكانيك لكلهم نو سيبوز باوست الكرتلاج وست الجروج لازم ديجزرسيس 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 ديجزرسيسد تقارب وأمين ضد آخرين اضطلاع، إذا كان لدينا ي contradictزير وما ي uncomقليات الأخريب يعني يعني مستيقص فعالد من الت Lex ، المنصر يعنى الجنس normally لا يتحوظون للجنس كنت لا تتحوظون للجنس Turbo pero أنا أتحوظون للجنس كن لا يتحوظون وجد اللاجس كن ايبوى حيوالية و مرضة وت speak وانه بدأمًا ولا مرة أخرى يتعرض للمجحة لن نطلق المتواجحة وحطة التنبخل من المعضل بمأسنى من الزيال العملي معينة لا أتضغط من رائعها إذا كنت أعني دائماً ومسأني فتبولة أنا أتعني فتبولة خير برش واضح دكتور خليل سبوعي اخصائي جراحة العظام والمفاصل كل شكر لك على النصائح اللي اعطيتهمنا اليوم في لمة الفاميليا والمشاكل هذية متوفاش وان شاء الله يربي يكون عندك احضور اخر بحثين اذا كان عندكم اي تساؤلات اذا كان عندكم حاجات تحبوا توصلوها للدكتورة تنجمو تحطوها في الكمانتاغ متاعنا على الباج فيسبوك دي وانا فهم ونحاولو ناخذو المواضيع تباعا في برنامج فاميليا مكملين معكم المشوار ترتيحها صغيرة وراجعين